موسيقى 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 بس اتطلع بسنة 2017 ما بصدق انه هالاشيا صاروا بس بسنة ما بعرف من وين جبت الوقت والقوة انه حقق كل هالاشيا بس بسنة 2017 بترمز لعاشر سنة لقلب الفن لعاشر سنة من التعامل مع اسامة الرحبانة مقابلات وصفر لبلدان ما كنت بحياتي بتخيل انه غني فيه موسيقى وهمهور ما كنت بحياتي بتخيل انه وصله موسيقى اول مرة نعرض الكليب هو ليلة راس السنة يعني ليلة اللي قطعنا من 2016 ل 2017 بلشنا لي بغني لك يا وطني لانه كنا حبين نبلش بتفاقل السنة الجديدة وكمان لانه كان صار لي فترة بعيدة عن لبنان فكانت هيك متل طريقة تحت تعبر عن اشتياق حبة للبنان حبينا انه يكون الكليب متل هيك امل وصورة حلوة عن لبنان سو بالكليب منشوف لبنان بأسوأ حالاته ومنحلم كمان بلبنان بأحلى حالاته هدا مش اول كليب بأخر جو سابق وعملت اخراج لعدة كليبات لقلي مثل حلم متل كأنه الخريف واقف على البال مثل على البال يا وطنة لن خربا عن طريق يا وطن فهلأ هالمرة كان ثالث كليب لقلي أنا بأخر جو وصاما عرض علي الفكرة حكينا بالفكرة مع بعض وكان في معنا كمان شخص تلي تشتغلنا معه على الفكرة اللي هو اميل عضايمي اللي ينفذ كل السباشل ايفكت بالكليب وأكيد يعني شفنا انه قديش الشي المميز فيها الكليب كان قديش كان فيه شغل على التقانيات والانيميشن الى اخره هدا كله مستعدنا فيه تحت انجاري بنخلق لبنان بعد احلى وحلى أبدا كله لفكرة من شخص سنطع ثلاثة 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 هكذا حلما طعام ثلاثة يا 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 تنسل تنسل أجل أنت بترعب لأسبب يبطني عليه هايك أنجوم السماء أنجوم السماء ترفرف بالأحلام أنا كنت أتفرج على مسلاحية أنه تخدا مغني الأغاني كان عمري عشر سنين كنت أحضر الدفدي مع أصحابي وكنا حافظين كل الأغاني أكيد بالنسبة لي هلأ بس أولى بتطلع هيك شوية كليشي أنه عند جات حلم تحقق وهيك بس فعلا حلم تحقق لأنه ما كنت حايت بحلم أنه ألعب دور اسمي غالدة على نفس المسرحي اللي كنت تفرج عليه على ديفدي على تليفزيون وأنه كل هالشي صير معي وقتا ودعنا باريدي كونغري بباريز وودعنا مسرحيتنا تخدام دو باري بباريز كان كتير لحظة مؤثرة لأنه كتير تعلقنا بالمكان بالمسرح وكان عنا هيك عادات بالمحال لأنه ما كانت هيني كنا نلعب سبع مرات بالجمعة هونيك يعني كنا موجودين بالمحال أكتر ما كنا موجودين ببيوتنا وكنا عايشين مع بعض أكتر ما منشوف عيالنا ففي شي بيناتنا هيك خلقناه كنا خايفين نخسره فأكيد الوداع كان مؤثر بس كنا عارفين أنه بعد الادفانشر ما خلصت لأنه كان بعد فيه تورناج جاية فكان وداع للمحال أكتر ما هو وداع للمسرحية موسيقى 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 من بعد بريز سفرتنا تخدام دو باري بفبرو وريو مارش على تايوان لعبنا هونيك فترة جمعتين وصراحة مكن متخالي أنه ممكن بنهار من الأيام نووصل على تايوان وأنه الناس تعرفني هونيك بس فعلا بس وصلنا على البلد شفنا قديش كانوا عارفين نحنا مين كانوا نحضرين لنا هدايا باسمنا وكانوا عم يستقبلونا بشكل رائع كل يوم كان الإقبال كتير كبير والنجاح كتير كبير كمان موسيقى 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 هي غنية سمبل ورومانتك وقريبة عالقلب حبينا ان الكليب يكون بيشبهها كلمات غادي رحباني وأكيد انتاج وتقليف وسامر رحباني مرحبا لجمهور المغرب كتير سعيدة اني التأفيكن لأول مرة بحفلتين بسبتعش أدار بميجاراما كازابلانكا وثمانتعش أدار بتياتر معامد 5 برباط نتمنى انكم تكونوا كتار لح نقديلكون أحلى الأغاني وحكون في كتير مفاجئات أتخي بيانتو وثيوثي بسبتعش وثمانتعش مارتش كان عندي حفلتين بالمغرب بكازابلانكا وبرباط وكانت لقالي أول مرة بروح على المغرب بعمل حفلة بصو أكيد كنت متحمسة كتير والجمهور كان بعقد كانوا عم يتفاعلوا معي بشكل كتير كبير رأسوا وغنوا كانوا حفظين الأغاني وأكيد عندي سوفنير كتير حلو من هالحفلتين غيعا شهر طول حبيت ماروك حاسيت الجو فيها كتير حلو أكلت أكل كتير طيب وأتعرفت على الكوزين الماروكان أكثر نحن كفريق طلينا كتير بين بعض زرنا كتير محليات وكان عنجا جو كتير حلو بالنسبة لقلنا كمان كفريق ديزني شيء خريب قتمي على الرخام منذ زمان لم أضع على أرض أقل ديزني من أحلى الأشياء عندي بحياتي فلقالي عالم بيخليني كثير هيك أحلام وبحس حالي برجع ولد صغير وبعتقيت كلنا بيضار فيه بارت صغيرة فينا هيك بيحب ديزني وبيشتاء هيدا مش أول كلابوريشن لإلي مع ديزني أول مرة كانت بس غنات للمي داغابي من ألادن ونزلت بألبم اسمه We Love Disney أنت اجتوا شركة Universal Music في فرنسا وهالمرة تصلوا في ديزني أجان كرمال سجل غنية لإلينا في أبلور يلي هي سيرة جديدة وحبوا أنه غنية بالعربة هذا زمني سواجه عدوي القطيم زمني لأستعيد الإرفة العظيم أغاني ديزني عفكرة منهم هاينين يعني مش لأنه أغاني للولاد يعتبروا أنه بركة غنية مش هاينة بالعكس يعني طريقة تقليف يلي بيشتغلوا عليها فلقالي أكيد حلم أنه يكون دايما على تواصل معهم ويكون عبشتغل معهم وقدم بروجيكت معهم هذا زمني عدني موسيقى ليش يبقى تواجد ثيرتي؟ عديد أسباب أول سبب لأنه فيه وثلاثين غنية تاني سبب لأنه بديسمبر ٢٠١ سرعة عبر ٣٠ تالي سبب لأنه الألبوم نزل بـ ٣٠ مارش ورابع سبب لأنه رقم ٣٠ بيرموز لكثير إشياء مثل الطولرانس والإنسبريشن يعني ما بقى حدها حتى عم يفكر يعمل ألبوم أصلاً يعني صار أكتر الإندستري متكلي أنه على السنجلز أكتر من أنه حدا يعني بسداء أنا وأثامة يعني ما ما نفكر هيك نفكر أنه عنا أشياء أولى حبينا نشاركة مع الناس عملنا ألبوم وبالألبوم كان فيه ٣ غنية مقاصمين بـ ٢ ألبوم أول ألبوم كان كله أغاني جديدة يعني ٥ غنية جديدة تاني ألبوم هو أغاني غنيتها بمسرحيات غنائية أو حتى كوفرز لأغاني معروفة أصلاً بالدول العربية حبينا نرجع نعملها بشكل جديد جمعنا كل هالأغاني وعملنا فيهن ألبوم قالوا رح يجتمعوا بكرة و جاي النظام الجديد لا مجاعة والأحروب و شبح الموت يصير حي ٣ غنية جديدة مقصرين ممشينا هاي يلا يلا كلتنا ممشينا ممشينا هلأ مش ديك هولا بيخدهم ولا شوف لا لا ما فيه شي هوني دخلك الشوكولايت وين أخذهم هو سا ما بعتقد ما عاك في شي هوني أخذهم هولا بيت إذا بيك تكلقهم اي ما يكون هم بيت يلا بايت بايت أول شي نزيل الألبوم على أنغامي عملنا عندهم إطلاق للسادي كان فيه ناس صحفية كان فيه ناس من الميديا وكان فيه كتير أشخاص اشتغلوا معنا على الألبوم وغنينا كمان كتير أغاني من السادي وكان فيه خوسيا فرناندز كمان رفقنا على الجيتار وكان إيبنت كتير حلو فرناندز يعني مزبوط هلأ عصر ديجيتال بس نحا دايماً منحب أنه يكون فيه ألبوم نلقطه بإيدنا نفتحه نشوف الصور نقرأ الكلمات نشوف مين نشتغل على الأغاني فأكيد كنا حبينه أن ينزل كمان الألبوم بشكل فيزيك فنزل بالفرجن ميجا ستورز وعملنا له كمان ريليس وهون كان فيه فانز أجو تطورنا مع بعض وحكينا مع بعض ومديتل لهم الألبوم يعني كمان كتير مهم أنه يكون فيه بيني وبين الناس اللي بتسمع الموسيقى اللي بقدمها علاقة هيك حلوة لأنه بالنهاية بحب أعرف رأيهم بحب شوف الفيدباك تبعهم وكتير مهم أنه يخلق بيناتنا علاقة حلوة يوم عم نصور شوتينج لمجازين هايا أكيد حيكون فيه صورة على الكوفر وانترفيو كتير حلوة مع نيكولا عزار والفوتوز لشاربل بو منصور أكيد الصحافة والميديا تابعوا كتير كل شي كنت عم بقدموا بالالفين وسبعة عشر كنت تكوفر جرل لتو مجازينز لها وهايا كتير بحب أشتغل مع أشخاص التالنتد هيك بيضيفوا على كل شي بقدموا شي حلو ومميز هذا الفوتوز كان جميل جميل لأننا صورنا بمترو المدينة وكان الجو مسرح وكان جميل 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 هذه الفدرية هي مجلح جميل جميل جميلة تركيب كتير المدينة ومنتظر الى الهاربطه أنهم تحرقها وهناك من المشاكل توجد دولياء وبعد ذلك، بدأت المشاكل جميل 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 فرما أتحدث أننا نستهدام أولا نستهداما وقت نسبة مولة أكبر عندما نتعود لمدة عام عام 2017 عندما نبذل لبنان في مارل 2017 عندما نصد رائعي سوارة 30 الجمهور ينبخ أن يحب الرئيسي في أرجلة التورنية الذي حدثultura فرنسا التورنية كانت قمثلة على دوماعه أولا من قبل لقد عيون ودي هناك بعض الأكتوبر لديسمبر نعم ندرة حفلة في أرجلة حفلة في جنوب ومعاش تحتى من شباب ومعاشتنا نسفرنا أيضا من جنوب ومعايا إلى جنوب ومعايا وي퍼زيز والذيب الأمر هذا هو يجب أن تكون دائماً وكل مضي لن كandaag بعد الخارج يأتي من الجزء من التالي من زاليا من أكثر من البنية من مرحباً أتمنى فأن تنسى بشكل أكثر فأنا أعجب أن تتعرف الآن وغير بشكل أكثر أكثر من مرة أكثر في المسرحية وأنه مرحباً هذا يجب أن أعجب هذا يشعر بشكل أكثر شكراً لطلوس من أدرسناً ممبلياً لحظن نحن نحن جزياء موسيقى في ميال 2017 سالشيك تلحلو نزيل الألبام نتردام دواري فأنا كتس مع أبل الألبام بس مش بي ساوته فهلا سال موجود بي ساوته اسم مسارة مما أفضل ط未ا القديم فأنا كتب بالأخبار الميديا الفرنسوية كتير حكيت عن مصرحية نوت خدام دو باري وكنت ضايفة بكذا برنامج وحتى بالأخبار كان في كتير ريبورتاجات تنعمل عني عن الكاست كله عن كل الشوز اللي كنا نقوم فيهم بكذا منطقة من أهم البرامج اللي استضافونا فيها هنا دوويس على تي أفا أكيد كانت العودة هالمرة مميزة لأنه كت عم برجع مع شي حققتو وكانو الناس عم بيشوفو شو أجاني من بعد دوويس شو صار كان الجواب نتخدم دو باري فأكيد كانت شي سيمبوليك أنه أنا أرجع على دوويس بس غني أغاني نتخدم دو باري غنينا فيفر وبل أمت 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 تشكو أمت 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 ترجمة نانسي قنقر 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 بطريقة كتير جديدة وبطريقة 3D فقدمناه كمان بالمهرجان صار وقت نستقبل نجمة ضيفة لبنانية عربية عالمية فرنسية هبقى تواشر من بعد ما كانت التورنية بفرنسا دائمي تقريبا ثلاثة شهر رجعت على لبنان كان عندي كتير اشياء محضرة لمهرجانات بلبنان وكمان كتير مقابلات لانو كانت الناس اشتاقتلي شوي فكت موجودة كمان بكذا برنامج انت خنانة منشوف حالنا فيك وهيدي الحقيقة بدأ احكي عن الابرانس بمن نوجر لانو بعتقد الناس شايفو شخصية لقلي ما كانوا بيعرفوها قبل يعني بركا كانوا مفاكريني انو انا اكتر عندي هيدا هاي شخصية الجدية قرآ اهitta هاي شهر儿 قرآ انا بوم بومTE ص spotted أهل والديني حي والديني وعمري أنا شوكو إبري وعمري بس من خلال الابيرينت اللي عملت عبي من نوجر قدرت فرجي بركي للناس شقفة مني ما كانوا بيعرفوه ما عطي موهم خبية أنت ساحبة أطول أه ياه يلا ثلاثة بلش العد آه تسعة تلاتين واحدة وتلاتين أربعة وتلاتين ثانية ووو ميبا طوشي كمان أدولنا بتوقفت عائيز بحدي خلفي كلها بوهمة بعتقد الفيدباك المؤابلة كانوا كتير فازاتين وأنا أكيد بترك سوفانير كتير حالو من المؤابلة بدّي وحدك معي تكوني دولة الأنّي هبا تواجه هاي للكل من بعد باريس، تايوان، جناب والجولة الفرنسية نتخدم دو بغي جاية على لبنان نتماني 11 تموز على مهرجانات جونية الدولية كونوكتر كتير محمسين شوكوا من بعد ما رجعت على لبنان والتقات بالعيلة والأصحاب وبلشت حضير كتير مشاريع لمهرجانات الصيفية صار شي كتير مهم أنه كتير ناس ما قدروا يحضروا نتخدم دو باري بفرنسا فأجت نتخدم دو باري على لبنان وكان شي كتير مهم لقليل لأنه كان عبالي كمان الجمهور لبناني يشوف شو عم بعمل بفرنسا ويحضر المسرحية وكان عبالي كمان أنه عائلتي بين نتخدم يتعرفوا على لبنان وعالجمهور لبناني حسب معرفة أنه كان نتخدم دو باري من أكتر الحفلات الناشحة والمنباعة من بين كتير مهرجانات وعروض صارت بالصيفية وأكيد هذا الشيء كتير مهم لإلي لأنه بعتبر أنه حققت شيء كمان عصا عيد الوطن وعصا عيد كمان العالم من بعد ندخد عمبي جونية صار وقت أنه أرجع ركز على مشاريعنا الخاصة أنا وأسامة كان منهم لإلي كمان أنه يكون عندي تورنيبي لبنان فمن بعد الأرز كان عندي حفلة بزحلة من بعدها بالحدد ومن بعدها بمهرجان الأطحى بالبيان ترجمة نانسي قنقر مرحل سفينته أذية شرع وأرداء والجرعة السينال كيس السينال غم يسمع غم يسمع غم يذهب ما يأتي شرع جنال محضر عنه بالأرز لا كانت هيئة أبدا كان من ناحية الغناء الرأس، الحركة، الإخراج الإفاكت يلي كنا عم نقدمون منه هين والصعوب الأكبر انه كنا عم نقدم كل هالشي ببرد كتير لا يحتمل يعني والناس اللي عم تحتها البلك ما بتعرف انه احنا قديش بالكواليس نبقى حاسين بالسترس قديش نكون مساقعين يعني شايفينا بفستان عم برقص وغنى وعم بضحك بس من جوة كنت مساقعة كتير وكنت خايفة لأنه مش هينة والبرد فيه يخون والصوت ما يقدر يلبي الشخص اللي عم بيغنى فكلها الأمور كانت صعبة كتير بس فيه شي هيك بحسه صحر بس نطلع على المسرح بيخلي انه كل شي يصير على ما يرام مثل ما بيقوله وعنده إيمان كتير كبير يعني بتكل على الله وكل مرة بس حس انه فيه شي صعب بتكل عليه وبحس انه بالآخر بيمشي الحال والنتيجة متل ما شفناها بالأرز كانت النتيجة رائعة والجمهور كان كتير سعيد والشو نجاح شكرا 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 ونحن 11 قب يعني بعد 6 ليلي من مهرجنات الأرز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انتباه تحقيق ياه ياه لما أول الصورة سكن على حدي المساكين والآلاء دك التمليم قوشي القفل تشغل يبطوص على الموت يبطوص على الحر مرحبا أين نحن اليوم؟ نحن اليوم في البيال في أطحى فاستيبل وعندنا كونسرت وهذا سيكون آخر كونسرت في لبنان لها السنة كيف تحجرات الليلة؟ خبريون باستاتي للحظرة ولكني بعد ما لاحققها سوف تتخشن اللون يلا حبيبت يا حُتكار أنا مشيكة أنا أكيد لو ألقي العشر من الله أنا لا نبقي طلع الشق ورا موسيقى اليوم في شخص بالجمهور عم يعمل موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر